السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين من قناة تحن في ألمانيا أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية يا رب أنا عبدالهادي أرجعت لكم اليوم بهذا فيديو لنحكي خبر جدا ممتاز هو عبارة عن مسودة توافأ عليه من قبل الحكومة الألمانية وبقية أن يتوافأ عليه من قبل البندستاك وأيضا من قبل مجلس الولايات وهو عم يتناقشوا فيه من تقريبا من شهر 8-2019 وهلأ حاليا قرروا هذا القرار وبقية أن يتوافأ عليه بس بشكل عام أنا برأيي الشخصي حيتم الموافقة عليه لأنه كان فيه نقطة كتير كبيرة لهذه النقطة اللي هي حماية المستهلك بألمانيا من كان عقود الإنترنت، عقود التليفون، عقود التأمين، الرياضة، الفتنس بقصد يعني الغاز، الكهرباء صار فيها كتير للأسف نصب بسبب عدم فهم العالم لهذه القوانين أو مثلا نسيان لفترة إلغاء العقد أو إتمام العقود عن طريق التليفون هذا مشروع القراري اللي هنا نحطوه إن شاء الله حيحل كل هالمشاكل وبعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا ننسى الوصايا الأربعة اللايك والشير والتعليق والاشتراك بالقناة حتى تشوفوا كل شي جديد إنه اللي حيصير هو فيه قانون جديد بيحدد مدة عقود التليفون والشغلات اللي هي اللي حكيناها لمدة سنة فقد لا غير هي كانت العقود لمدة سنتين النقطة الحلوة فيه إنه حيتم إلغاء العقود الكوندي كونكس فريس هو حيكون لمدة شهر فقد لا غير سابقا أو حاليا هو لمدة ثلاثة أشهر وطبعا هاي ممكن واحد إنه ينسى وما يلغي العقد وبتجدد بشكل أوتوماتيكي لمدة سنة وبدأك تدفع تكاليفة جديدة ومع العلم بيكون فيه عروض أرخص بس خلاص أنت معت فيك إنك تهرب من هذا العقد لأنك لو نسيت قبل بيوم واحد أو بعد بيوم من ثلاثة شهور فهو خلاص حيتجدد أوتوماتيكيا حاليا الإلغاء لحيكون هو لمدة شهر فقد لا غير وأيضا لحيخبروك أو الشركات هي ملزمة إنه تخبرك قبل فترة معينة إنه أنت عقدك بهذا الوقت حيخلص هل أنت بدك تجدد أو أنت بدك تلغي العقد صارت الشركات ملزمة وهي خطوة كتير من حال أنه ممكن الواحد إنه ينسى وبالقانون الجديد لو الواحد نسي فهو بيجدد العقد ما بين ثلاثة شهور لمدة سنة لمدة الثلاثة شهور هو بيكون التجديد الأولي ولمدة سنة هو بيكون التجديد التاني إذا أنت ما خبرتم إذا بدك تلغي العقد أو لا بيكون أنت خلص عندك رغبة تحتفظ بهذا العقد والنقطة الحلوة فيه إنه تجديد العقود عن طريق التالي فون هي صارت لح تصير ملغات ممكن الواحد لما يتصلوا فيه مثلا ما يفهم عليهم نقطة أو يقصوا كلمة إياه حطوها إنه هاي صارت موافقة هلا حاليا هادا الأمور هتلتغى بتضم العقود بتتم العقود عفوا عن طريق الخطي العقد فقط لا غير فقط مثل ما هنن ذكروا عقود الغاز وعقود الكهرباء حيضل ممكن إنك أنت تساوية عن طريق الاسم اس عن طريق الإيميل وعن طريق أيضا لبغيف بقية العقود ما ذكروا إذا هنن حيضلوا يسوى بهاي الطريقة أو لا بس هدول الشغلتين يذكروا أما مثل ما قالوا باي باي العقود هي لازم تكون عقود خطية على بصراحة أنا دورت كتير أمتح حيتطبق هذا القانون أو أمتح هنن حيصوتوا عليه بصراحة ما طلع معي بس بعض مجموعات الفيسبوك قالوا إنه حيتطبق ابتداعا من 2021 بس أنا شي رسمي بهذه النقطة ما لقيت أبدا طبعا بداخل توصيف الفيديو تحت بتلاقوا النص أو المصدر باللغة الأنوانية بتقدوا أنه أنتو تقروا وبهي الحالة فيديو أصير أنا بهيك بكون وسط نهاية الفيديو بتمنى تضلوا بكل صحة وعافية لا تنسوا كمان لوصايا الأربعة ديروا بالكم على حالكم نعملوا شيء منيح لا تزعلوا بعض وحبوا بعض أشوفكم الإجهار القادمة إن شاء الله ضلوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكارم معكم عبدالعدي